سائلة من تلمسان تقول موعد إنجابي بعد عشرة أيام من رمضان يعني العشرة الأولى من رمضان فهل تجوز العقيقة في رمضان؟ نعم تجوز العقيقة في رمضان لأن العقيقة هي صدقة لحم أشفوا العقيقة هي تذبح وتصدق لحم هاو زاد عندي اطفال في اليوم السابع اليوم السابع نسميه ما شي ما أنت نكون ما سميته شما القبل لا لا كي كان في كرشي ما هني كنت مسميه كاي شي ناس قبل ما يتزوج قا ما زال ما تزوجها ويقول لو كان يزيد عندي اطفال نسميه كذا وكذا فهمتا؟ أما لا نكون مسميه ولكن في اليوم السابع أعلن اسمه نعلن عنه يا ناس هني سميته كذا وكذا ونذبح خارف بسم الله الله أكبر ونذبح ونبعد نقسمه على الفقارة والمساكين باش يدعيوا لهذا الطفل يفرحوا سمى هذه الفرحة وش ما عندها نتقاسموها ما شي غيرانا لي زاد عندي اطفال حتى سكان العمارة لي معايا قاعد بعتهم شوية الحم يجي راجل يصمرته دارة الطعام بالحم الله يبرك يا مرة من جاء الحم جارنا زاد عنده طفل أو بعتتنا العقيقة ها؟ واحده خارفة دائرة شربة ما شاء الله تحية روح ولادها فرحانين وش كاي؟ أو جارتنا بعتتنا لحم تعالى العقيقة شفت كيف هالإسلام يحب الفرحان تقاسموها ما شي غير انت لي زاد عندك طفل ها واحد زاد عنده طفل دار العقيقة عالشاميات واحد وبعت الحم الجيرانه وبالماكلة ونزقه فرحانة شفت كيف ها؟ يقول لي هذا الطفل من اللحظة لي جاء محبوب محبوب ويكبر ما شاء الله بدعاوي الخير ولذلك حقيقة العقيقة وشنو هي؟ واحد القانون ما كاش في الأمم المتحدة ما كاش وشنو هو؟ حق الطفل في أن يفرح بوجوده يقال لك حقوق الطفل نتحداكم إلى هذا الحق والله الذي لا إله إله غير الإسلام غير الإسلام لدير هذا الحق وشنو هو؟ حق الطفل في أن يفرح بوجوده يا أخوة كيسات ما يعرفش ما على بلو حين نفرحوا ما على بلو حين نزعفوا ما على بلو بنا دبحنا عليه ولا ما دبحناش عليه ولكن التوازن النفسي انتاعه كي يبدأ يكبر ويعرف غيرك تريدوا تصويرات على الكبش وتقول له هاولك الكبش يدبحتوا عليك نارزدت راكح تصلح فيها مئة حاجة وحاجة فروح انتعوا في العقل ينتعوا إذن تجوز العقيقة في شهر رمضان ولا شيء عليك لأنها صدقة لحمين ترجمة نانسي قنقر